إلى هونغ كونغ حيث قالت وزارة الدفاع الصينية أن الاحتجاجات في هونغ كونغ يجب أن تحترم القانون وأن الحامية العسكرية الصينية هناك عزمة على الدفاع عن المنطقة وضافت الوزارة أن تدريبات الشرطة المسلحة في شينغين كانت جزءا من تدريبات سنوية معتادة هذا وتعيش هونغ كونغ على وقع احتجاجات غاضبة وأحيانا عنيفة مناهضة للحكومة منذ ثلاثة أشهر أشعل شررتها الأولى مشروع قانون أجري تعليقه حاليا لتسليب المشتبثيهم إلى بكين قبيل مظاهرة كبرى كان من المقرر أن تنطلق السبت المقبل ومخاوف من اندلاع أعمال شغب وعنف قام الجيش الصيني اليوم بتبديل حميته المتمركزة بشكل دائم شمال مقاطعة هونغ كونغ حيث بثت تلفزيون الصيني لقطات ظهرت فيها عشرات الشاحنات والمدرعات العسكرية تجتاز فيها الحدود التي تفصل الصين عن المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ قبل الدخول إلى هونغ كونغ أجرينا دراسات منهجية في القاعدة الداخلية وتفقدنا الوضع الأساسي والمعرفة القانونية ذات الصلاة بالمقاطعة لضمان أفضل أننا قادرون على أداء واجباتنا الدفاعية وكما ذكر عدد من المسؤولين الصينيين سابقا لا يمكن للجيش الصيني من حيث المبدأ التدخل في هونغ كونغ في الوقت الذي من الممكن أن يدعى فيه من قبل السلطات المحلية إلى إعادة إحلال النظام إلى ذلك تأتي عملية تبديل الجنود الصينيين بعدما منعت شرطة هونغ كونغ دعت إليها الجبهة المدنية لحقوق الإنسان لرفض الصين إصلاحات سياسية في هونغ كونغ الأمر الذي أدى بدوره إلى ولادة حركة المظلات وتتألف القوات الصينية في هونغ كونغ من آلاف الجنود الصينيين منذ أن أعيدت هذه المنطقة التي كانت مستعمرة بريطانية سابقة إلى الصين عام 1997 تسعمائة وسبعة وتسعين تحطير الم nome مر perfني تحطير الميشدية في أجراء الس êنود والحط وكستعمائها إلى كل من الأشجزة وأ suchen 76% ما فهمتم ترونgere أنهرب قرلة أربع